بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وأسعد الله صباحكم في كل خير ونرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة وذلك للوقوف وتسليط الضوء على أبرز جهود احتواء فيروس كورونا المستجد كوفيد 2019 تعقده وزارة الصحة اليوم في مبنى الوزارة اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر مارس لسنة 2020 يأتي هذا المؤتمر تأكيدا على المسؤولية المشتركة والتي تقيم بهذا الجهود وعلى كذلك الشراكة المثمرة ما بين قطاعات الوزارة بشكل عام وما بين كذلك جميع وزارات الدولة والجهات المعنية ذات الصلة وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد حرصنا حقيقة على إعطاء المعلومة يوما بيوم وأولا بأول وذلك إيمانا بحق الجميع للمعرفة نرحب اليوم بالدكتور مصعب الصالح رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الصحة العامة والدكتور أحمد المطوع مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة ونذكر بأن الوزارة على تواصل مستمر ولقاء يومي مع منظمة الصحة العالمية ولسيما المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأقليم شرق المتوسط وهناك دراسة تقدم هناك دراسة تقدم من قبل المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية هذه الدراسة منذ بداية الأزمة وبشكل يومي يقوم بإعدادها هذا المركز وذلك لدراسة الأوضاع والمستجدات في جميع الدول بشكل عام لا سيما دول أقليم شرق المتوسط التي تنتمي إليه دولة الكويت وهو التابع لمنظمة الصحة العالمية يتم دراسة جميع المستجدات وانتشار ومتابعة انتشار الحالات بشكل يومي ودراستها في وزارة الصحة وبالتعاون كذلك مع الفرق المعنية الفنية المشكلة من قطاع الصحة العامة وتحديدا من استشاريين واختصاصيين بالصحة العامة وبالوبائيات وبالفيروسات الطبية بالإضافة إلى المعلومات والمستجدات يتم تشكيل القرار في وزارة الصحة والذي بالنهاية يصب لمصلحة الفرد ولمصلحة المواطن والمقيم ولمصلحة المجتمع بشكل عام عدد الحالات حول العالم جاوز 102 ألف حالة في الصين جمهورية الصين الشعبية جاوز العدد 80 ألف حالة عدد الدول التي ظهر فيها هذا الفيروس هي عدد 101 دولة أما عدد الحالات خارج الصين فقد فاقل 21 ألف حالة فيما يخص الشأن المحلي وفي دولة الكويت فقد أعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح في نهاية السبوع الماضي عن أول شفاء لحالة تماثلت للشفاء ولله الحمد وهي كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 2019 ونسأل الله الشفاء لبقية الحالات وبالأمس كنا على موعد استقبال إخواننا المواطنين العائدين من جمهورية العراق وكان عددهم 105 راكب وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي في النهاية تصب في مصلحتهم ومصلحة أسرهم وذويهم ومصلحة المجتمع بشكل عام أما بالنسبة للحالات في دولة الكويت ففي الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل وتأكد إصابة حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 62 حالة حالة واحدة تماثلت بالشفاء ولله الحمد و61 حالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال أخواننا المصابين بفيروس مرض كورونا كوفيد 2019 أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فعددها ثلاث حالات حالة واحدة منها حرجة وحالتين تعد مستقرة إلا أنها في العناية المركزة أما بالنسبة للمسوحات التي قامت بها وزارة الصحة فقد جاوز عددها الخمسة ومئة وثلاثة وعشرين مسحة حتى الآن والعدد بازدياد كذلك هذا بالنسبة للحالات المصابة أما بالنسبة لمراكز الحجر الصحي فعندنا ثلاث مراكز للحجر الصحي عندنا ثلاث مراكز للحجر الصحي مركز فندق المنقف حيث يبلغ العدد المتواجد فيه حتى الآن مئة وستة واربعين من أخواننا المواطنين أما منتزه الخيران فيبلغ العدد خمسمائة وثمانين والمركز الحجر الأخير وهو الجون بلغ العدد مئة وخمسة حالة من أخواننا المواطنين ونذكر دائما أن وزارة الصحة على التم الاستعداد لتوفير ما قد يحتاجونه إخواننا المواطنين هناك من مستلزمات ومن احتياجات وأن كافة وأن كافة قطاعات الوزارة وقدراتها مسخرة لراحتهم ولسلامتهم ونذكر كذلك على المسؤولية المشتركة بأن وزارة الصحة تقوم بهذا الدور بتنسيق وبتعاون مثمر ما بين وزارات الدولة وجهاتها المعنية والقطاعات المختلفة هذا بالإضافة إلى الجهود المشكورة من إخواننا المتطوعين عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي حتى الآن هي عشر حالات تم تطبيق كافة بورتوكولات الصحة الوقائية قبل دخول الحجر وأثناء الحجر وبعد مغادرة هذا الحجر هناك فيما يعرف بالانتري سواب وهي المسحة التي أخذت من منهم داخل الحجر قبل دخول الحجر وتمت كذلك مراجعة جميع الحالات ومتابعتها ومراقبتها صحيا أثناء فترة الحجر وقبل الحجر كانت هناك مسحة تأخذ قبل خروج من الحجر جميع هذه المسحات أثبتت عدم وجود وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد الجذير بالذكر أن فترة الحجر هي 14 يوم تحسب منذ مغادرة الدولة أو المنطقة التي يطبق على القادمين منها حجر صحي أو منذ تاريخ آخر مخالطة لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد هناك بعض النصائح إن كانت هناك نصائح فأنا دائما أود أن اسمحولي أن أحيلكم إلى المواقع الرسمية لوزارة الصحة ففيها العديد من المواد الإعلامية الإرشادية التوعوية في هذا المجال وإن كان هناك نصيحة أو تذكير فأود أن أذكر على بعض الإرشادات فيما يخص العزل أو الحجر المنزلي فبالنسبة للشخص الذي يطبق عليه الحجر المنزلي يفضل الامتناع عن الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى كما يفضل كذلك الامتناع عن السفر والامتناع عن الزيارات المنزلية هذا بالإضافة إلى محاولة استخدام الأدوات الشخصية مخالطة أهل المنزل أما بالنسبة لأهل المنزل الذين معهم أي شخص يطبق عليه الحجر المنزلي فأود أن أؤكد بأن هذا هو الحجر حرصا على سلامته وسلامتكم وسلامة المجتمع كما أن هناك بعض الإرشادات كالمحافظة على تهوية المنزل بشكل مستمر وعدم مخالطة من تطبق عليه إجراءات الحجر المنزلي وإن كان هناك ضرورة فيفضل لبس الماسك أو الكمام قبل مخالطته وفي حال شعور أي عرض لا قدر الله فيفضل الاتصال على الخط الساخن التي حددتها وزارة الصحة وهي لقطاع الصحة العامة هذا فيما يخص بآخر المستجدات وقبل أن نترككم وقبل أن نترك مجال الأسئلة إن كان هناك أي كلمة من الدكتور مصعب الصالح أو الدكتور أحمد طواء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من أهم الأشياء لنجاح هذه الإجراءات هي التعاون قدر المستطاع من الجميع على الالتزام بهذه الإجراءات وإحنا دائما نقول ثلاث محاور المحور الأول الالتزام بالإرشادات الصحية اللي هي العادات الصحية والأداب الصحية قسل اليدين وتنظيف الأسطح وكذلك موضوع اللي هو الالتزام بالإجراءات فلما نقول التزام بالمنزل اللي هو الحجر المنزلي يجب الالتزام بالحجر المنزلي بالإجراءات في هذا الشأن وإذا هناك أي استفسارات فيه يوجد خط ساخن للاستفسار الأمر الثالث اللي هو تجنب الشائعات والعمل على تفنيدها قدر المستطاع هذا من أهم الأشياء اللي احنا نطالب فيها المواطنين والمقيمين في هذا الشأن شكرا دكتور الآن بس نفتح المجال للاستفسارات إذا كانت هناك أي أسئلة واستفسارات فسنحاول بإذن الله تعالى قدر الإمكان الإجابة عليها جميعا تفضل عفوا دكتور بخصوص في حال تزايد معدلات الإصابة كورونا المستجد في الكويت هل هناك توجه لدى وزارة الصحة في مخاطبة الوزارات الأخرى بخصوص تعطيل العمل هناك فيهم تعطيل العمل يعني هل هناك فيه توجه فيه تزايد الإصابات فعلا إحنا على اطلاع دائم لآخر مستجدات وتطورات العالمية وفي دراسة وفي تأهب دائم لجميع المستجدات وكما أن خطة الطوارئ قد فعلت منذ اليوم الأول من انتشار هذا الفيروس فلدينا هناك خطط نطبقها على أرض الواقع هذا بالإضافة إلى الخطط البديلة الموجودة عندنا لاستيعاب أكبر قدر ممكن للمصابين لا قدر الله هذا بالإضافة إلى تطبيق أي قرار فيما يخص يعود بالشأن الفائدة يعود بالفائدة للأخوة المواطنين والوافدين الكرام ويعود بالنفع لصحة المجتمع بشكل عام نعم فضل محمد الكندري وكالة الأنبال الكويتية كونا ما الأجراءات التي تتبعونها على مدار سبوعين عفوا من الاجراءات التي تتبعونها على مدار سبوعين لمواجهة انتشار الفيروس كورونا وعلي أساس يتم فرز الدول السبع وعلي أساس عفوا يتم فرز الدول السبع وتصنيفها تمام شكرا جزيلا سأبدأ سأبدأ من السؤال الأخير بنسبة لطريقة تصنيف الدول وفرز الدول كما ذكرنا نحن على تواصل مع منظمة الصحة العالمية وجميع القرارات التي نتخذها هي بإشراف وبعلم منظمة الصحة العالمية وبما يتفق مع البروتوكولات العالمية وذلك يتم المخاطبة عبر مركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية هناك عدة معايير يتم أخذها بالحسبان عند النظر لتقييم المخاطر فيما يسمى بالرسك أسسمنت على سبيل المثال عدد الحالات التي تم رصدها في تلك البلاد الأمر الثاني بالنسبة لعدد ونسبة الوفيات في تلك البلاد أو المناطق الأمر الثالث وهو عدد الرحلات من دولة الكويت إلى تلك المناطق وكذلك هذا بالإضافة إلى طريقة انتشار الفيروس هل هو الفيروس موجود هناك لوكل بشكل محلي أو أتى من الخارج النقطة الخامسة وهي فيما يعرف بالرسك أسسمنت لهذه عملية عملية فرز الدول وهي تقييم النظام الصحي في تلك المناطق أو فيما يعرف الـ IHR Core Capacity Index وهذا يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويبين قدرة النظام الصحي في تلك المناطق على رصد الحالات وتتبعها وقدرة كذلك النظام الصحي في تلك المناطق على احتواء الحالات والحد من انتشارها نعم الفضل عمر العلاس جريدة الرأي في حال اكتشاف حالة جديدة بين المتواجدين في الحجر الصحي حالة اصابة جديدة بين المتواجدين في الحجر الصحي فهل ستكون هناك مدة حجر جديدة للمخالطين للحالة بشكل مباشر نعم طبعا السؤال اذا كانت هناك حالة اكتشفت في مقر الحجر الصحي هل هناك مدة اضافية والاستاذ يقصد بالسؤال عندما ذكرنا ان مدة الحجر تحسب 14 يوم من تاريخ مغادرة البلاد التي يطبق في من يعود منها الحجر المنزلي او الخيار الثاني وهو من تاريخ اخر مخالطة لشخص ثبتت وتأكدت اصابته بفاروس كورونا نعم اذا كان هناك تواصل مباشر يتشاركون في نفس الغرفة على سبيل المثال واتصال دائم ومباشر فيهتم احتساب النسبة ويهتم احتساب عدد الايام من جديد خلاص شكرا اتفضل اتفضل دكتور اولا يعني بنشهد بالاقراءات اللي بتقوم بها وزاة الصحة وطبعا قوة يعني قوة قبار يعني لا حد يدنا ينكروا السؤال طلع أمرك بالنسبة لعدد المخالطين عدد يعني اهلية الوزارة في متابعة المخالطين للحالات كم عددهم وصل عددهم وقالية المتابعة قدي السؤال التاني حضرتك بالنسبة للجهاز اللي بتكلموا عن لين فيه جهاز أو فيه مواد المختبرات على مستوى وهتيجب خلال أقل من أسبوع عدمتي وكون فيها أكثر سورة الكشف عن أعداد الجاي في الطريق الوصل اللي هي راتو انشاء الله شكرا جزيلا أما بالنسبة الشق الأول من السؤال فهو يخص أعداد المخالطين فعندنا في من يطبق عليهم الحجر المنزلي هناك نظام تتبع شديد المراقبة من قبل قطاع الصحة العامة ومن قبل الأقسام الوقائية تقوم بزيارة إخواننا من من ينطبق عليهم الحجر المنزلي وتقييمهم بشكل دوري سواء كان بالزيارة المنزلية أو كذلك بالمتابعة الهاتفية وسؤال فيما لو كان هناك أي أعراض قد طرأت على هذا الشخص وانقيام كذلك بعملية التوعية والإرشادات والتذكير كذلك بنظام الحجر المنزلي والإرشادات إرشادات الحجر المنزلي هذا كل يتم عن طريق الأقسام الوقائية التابعة للمناطق الصحية في المراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمنطقة السكر في من يطبق عليه الحجر الصحي أما فيما يخص الإجراءات والكواشف الفيروس ولله الحمد دولة الكويت من الدول الأولى التي توفرت فيها الكواشف الفيروسية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 2019 حيث كانت من أوائل الدول في المنطقة ممن توفر فيها الكواشف الفيروسية ونحن نحرص دائما على جلب كل ما هو يفيد في احتواء وتدعيم الجهود المبذولة في السيطرة والحد من انتشار هذا الفيروس استاذ عدل عدل سامي الجريد دكتور متى يخرج المحجوز عليهم في فندق شاطئ الكوت خصوصا ان مر عليهم 14 يوم منذ دخولهم وسؤال آخر هل هناك تنسيق خليجي بين وزارات الصحة للحالات المؤكدة والمشتبة فيها ان شاء الله راح نبدأ من السؤال الأخير كما ذكرنا ان هناك علاقة وثيقة ما بين وزارة الصحة والمنظمات العالمية فكذلك هناك علاقة وثيقة ما بين وزارة الصحة في دولة الكويت ومجلس الصحة الخليجي هناك اجتماعات دائمة وتواصل بشكل يومي للوقوف على آخر مستجدات ومتابعة الأمور وكذلك التنسيق فيما يخص الإجراءات المتبعة في احتواء هذا الفيروس محليا وكذلك خليجيا وأقليميا نعم أما بالنسبة لفترة الحجر الصحي فكما ذكرنا ان فترة الحجر الصحي هي تحسب 14 يوم من تاريخ المغادرة وهناك عملية تنسيق ما بين الأقسام الوقائية تواجده كذلك في مراكز الحجر في كل مركز حجر هناك فرق من الأقسام الوقائية وكذلك هناك فرق من الأقسام الطبية الأخرى فهناك عيادات باطنية وعيادات تخصصية تعمل على مدار الساعة وتراقب الحالات وتقوم بحساب هذه العملية عملية الحجر الصحي وفيما لو كان هناك إعادة للحجر الصحي أو تمديد فيما لو ثبت هناك مخالطة مباشرة لشخص ثبتت إصابته بفارس كورونا المستجد خالص تشكركم جميعا وإن شاء الله تعالى ننتقي على خير ترجمة نانسي قنقر